أثارت تغطية إعلام الميليشيات العراقية الموالية لإيران لزيارة قائد فيلق القدس إسماعيل قاني أثارت التساؤلات حول الاهتمام بالزيارة بطريقة مختلفة عن سابقاتها حيث كانت أكثر شمولا من المناسبات السابقة حظيت بثناء كبير لحسب معهد واشنطن للدراسات فإن فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني يسعى إلى تعزيز نفوذ قاني كوريث شرعي لقاسم سليماني يرى المعهد أن مكتب قاني هو من زود وسائل أعلام هناك بتلك الصور ومقاطع فيديو لقاني لا سيما زيارته لأضرحة أئمة الشيعة في النجف وكربلا بحسب التقرير فإن قاني يحاول رسم صورة عن نفسه كمؤمن حقيقي بالإسلام والمذهب الشيعي القائم في إيران وما يتبعه في العرق كما يشير المعهد إلى أن قاني كان يحمل رسائل من المرشد علي خامنئ استخدمت أيضا لرفع مكانته ضمن وساط الوكلة في العراق خاصة ما يطلقون على أنفسهم محور المقاومة كما اعتبر التقرير أن الجهود المبذولة لتعظيم قاني هي لإعادة مركزية قيادة الميليشيات العراقية وسيطرتها بعد فترة من التشرذوم خاصة أن الزيارات الأخيرة له أواخر العام 2020 استقبلتها عصائب أهل الحق بهجمات صاروخية خرقت الهدنة إضافة إلى تعويض الانتباع بأن قاني لا يحظى باحترام القادة العراقيين بعد محاولته الفاشلة لعقد اجتماع مع المرجع الديني على السستاني ومقتدى الصدر خلال زيارته